أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تكتيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توفر السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها هذا بالإضافة إلى تعامل مع أي زيادة في الأسعار بأية سلع جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أكد عقد هذا الاجتماع لمتابعة توفر السلع وضبط الأسعار مشيرا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارا في الأسواق وبعض الانخفاضات وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم